مجددا بحييكم مشاهدينا سمحولي اتقدم باعتذار من عدد من الضيوف رح يحول يعني صعود معنا على الهوى انطلقتهم بيوم جديد أو بالأحرى يعني طلقتهم بيوم جديد بفعل النقل المباشر المتكر خلينا نختم نحن وياكم لقانا لليوم مع ضيفنا الأخير ضمن يوم جديد دكتور ريشار ربيز باحث ومحاضر بالعلوم الاجتماعية لنحكي معه عن الإشعات وتأثيرها على المجتمع والأفراد دكتور ربيز صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح الخير استزئيلي أهلا وسهلا فيكم يعطيك ألف عافية لما منحكي عن الإشعات نربطها بالوطن نربطها بالسياسة نربطها بأحزاب ولا ممكن حتى إشعات بالمجتمع الصغير بين أفراد عاديين ما عندهم أي صفة غير أنهم مواطنين لا لما يعني كل هودة إذا بدك اللي حضرتك قلتهم بس نحنا كمانا لما نحكي عن الإشعات في أربع نقاط لازم نرتكز علي أربع نقاط مهمة أول شيء تعريف ما نعرف الإشعات شو هي مصطرة شو الهدف منها وكيف ما نعاني الجهاد لأنه صارت قافة اليوم إذا ما نعرف الإشعات الإشعات في عندك إشعات إيجابية وإشعات سلبية بس الأسف اليوم عم نروحها منشوف الإشعات اللي بتطلع خاصة بمجتمعنا المعاصر بمجتمعنا اللبناني هي يعني إشعات بالسانس بيجوراتيف إشعات منخدها إذا بدك بالمعنى بالمعنى الغير إيجابي أبدا السلبة نعم هلأ مثل ما حضرتك تفضلت الإشعات فيها تكون على صعيد الاجتماعي على الصعيد الاقتصادي على الصعيد السياسي وكلهم هودة مرتبطين ببعضهم وبأسروا بعضهم ببعض نعم لما نقول نحن مصدر الإشعات شو بيكون يا فرد بالمجتمع يا مجموعة أفراد عم بيكونوا عم بيبسوا هالإشعات هايدي يا أما منظمات بعام الاجتماع لما نقول أورجانيزازيون منظمات فيها تكون شركات مؤسسات إتسترا فالإشعات للأسف اليوم فيها إلى كتير ترددات خاصة إذا بتكون سلبية فيها تكون إلى ترددات على الفرد بالمجتمع بعمله بحياته الاجتماعية فيها تكون إلى ترددات على شركات على مؤسسات على الوضع السياسي على الوضع الاجتماعي بشكل عام نعم دكتور ربيز بيقولوا أنه حرب الشائعات يكيد يكون خطر أكتر من الحرب بالأسلحة صحيح استاذ اليوم بتعرف اليوم صرنا كتير بالمجتمع المعاصر مجتمعنا خاصة اليوم نحكي عن الجيوش الإلكترونية وما ننسى أنا ما كنت عم قلت لك عن مصادر الإشاعات قلت لك أفراد أو مجموعة أفراد صحيح أرغبها في صدقاء بس هني شو بيستعملوا وسائل التواصل الاجتماعية بيستغلوها خاصة اليوم صر بتعرف مين مكان فيه يركب موجات التواصل الاجتماعي الأدوات التواصل الاجتماعي ليطلع خبرية أو إشاعة بتمس بشخص بتمس بمؤسسة بتمس بشركة بتمس بالوضع الاقتصادي بالوضع الوطني وهذا شي خطير خاصة إذا كانت الإشاعة سلبية أكيد إلا ترددات على العلاقات الإجتماعية طبع الشخص يلي بتطالوا هال يلي بتطالوا هال ليه الشائعة؟ نعم طيب دكتور ربيز نعم نعم ليه بتنوصف يعني أو بينوصف مطبخ الإشاعات بالغرف السوداء الغرف المظلمة هلأت بيكون فيه فريق عمل يعني عم بيشتغل بيتكاتهم ويختار اللحظة المناسبة لأطلاق الشائعة؟ للأسف الشديد اليوم الشائعات مين بتطال؟ إذا الشائعة بتكون قلتلك الشائعات عم بتروح على الأمر السلبي لإلا بالطال ناس نشحين بيكونوا هنه نشحين عم بيعملوا أعمال مهمة سواء بعملهم سواء إذا حكينا بالحق الاقتصادي بالحق للسياسة أو حزب أو منظمة أو شركة بتعرف اليوم المنافسة قداش قوي اليوم بمجتمعنا فبيلاقوا فيه ناس هودة عن جد بيكون ما في عندهم لا أخلاق ولا في عندهم أي تضامن اجتماعي وبهمهم إنهم يدمروا الآخر من خلال الإشاعات السلبية والإشاعة شو هي بشكل ما نقول إشاعة نحن سلبية يعني خبر غير بعيد عارع عن الحقيقة بعيد عن الصحة الوائع خبر عارع عن الحقيقة وخبر دكتور للأسف بدي أعطزر منك كمان لنتابع انطلاق أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين مباشرة من دمشق وهي دي كانت كلمة لبنان بالمؤتمر لدعم عودة اللاجئين السوريين بمشاركة عربية ودولية تبعانيها مباشرة من العاصمة السورية دمشق بنرجع بالقسم الأخير بما تبقى لقلنا من وقت معك دكتور ريشار ربيز جديد أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا أعتزر منك أعتزر من الضيوف مجددا دايما ظروف النقل المباشر بتحتم علينا انه تكون الأولوية لتغطي الإخبارية الميدانية وقد ما فينا منجرب يعني نعوض بإطلالات لاحقة لحضرتك ولغير الضيوف كمان كان مقرر يكونوا معنا اليوم فإذنك كنا عم نحكي عن الشائعات قلتلي حضرتك دكتور أوقات في إشعاعات سلبية في إشعاعات إيجابية بس دايما نحن كمواطنين بيكون عنا نزعة على الإشعاعات السلبية وحتى لما بيتم تصحيح الإشعة الخاطئة ما منيخدها بعين الاعتبار منظلنا حملين الإشعة اللي هيك عجبتنا تبنيناها وهي سلبية وبتكون غير دقيقة وغير صحيحة صحيح أول شي بدي إليك الـ OTV بتمون مش كلي التاني شي اللي بدي إليك بخصوص اللي عم بتقوله حضرتك أكيد إذا في أطراف عم بيشوفوا أنه الناس المتضررين من الإشعاعات السلبية هني كمان بهمهم أنه يحطموا هالناس معنويا واجتماعيا من خلال علاقاتهم أو سياسيا أو اقتصاديا أكيد بيتمنوا هالإشعاعات بيتمنوا هني أنهالإشعاعات يمشوا فيها للآخر وكأنه بسدقوة بيصير قلت لحضرتك لما نحكي اليوم عن الإشاعة عم نخدها بالسانس بيجوراتيف الإشاعات اليوم اللي عم تطلع وللأسف الشديد عم بتمس بشكل بدور جدا بالعلاقات الاجتماعية والعلاقات الاتصادية مثلا وهون فيه دور كتير مهم لازم تلعبوا الدولة من خلال وزارة الإعلام من خلال كمانا الجهات المختصة الحكومية أنه يكون فيه رقابة حقيقية على الناس بيطلعوا مثلا بنظروا لنا بالاقتصاد وبنظروا لنا بالسياس بتعرف اليوم اوكي نحنا بدستورنا فيه طبيعي فيه حرية التعبير بس هاي دي حرية التعبير لما بتمس بالأمن القومي بتمس بأشخاص سياسيين اليوم ما فيك تشمل إذا بتقول الناس فستين ما فيك تشمل لكل إنه فستين فيه ناس بيكونوا فستين بس ده فيه ناس وطنيين بيشتغلوا وطنون من كل قلبهم وبكلمة حبة وبيعطوا للوطن وللشعب فهون هالأشخاص هاودي إذا بتلاقي مثلا بتلاقي جهة بدت دور جهة تانية بتبقى متما حدا تقلت بهالغرف السوداء طبعا باللقى أخلاقيات يلا منستعمل مثلا نحنا الوسائل الأعلام اللي عنا ومنبلش نحنا نقوص على الأشخاص هاودي بدأ ما يكون فيه تكاتف وطني وبيكون فيه وحدة وطنية حتى بالمجتمع اليوم لما تلاقي شير بالعالم الاقتصادي شركة نشحة جدا أو مؤسسة نشحة جدا من وراء من وراء المنافسة بيكونوا في ناس مثل ما قلتلك ما بيكون عندهم أي أيام اجتماعية وأي أخلاق اجتماعية ما بيترددوا أبدا ما بيكون فيه أي إزيتاسيون ليبلشوا يطلعوا إشاعات حتى تضر بالشركة المنافسة وهذا الشي بدر وشغلة تانية وهذه كتير خطيرة اليوم بيجوا ناس مثلا بيبلشوا يحكولك بالوضع الاقتصادي بالوضع المالي بيبلشوا يبسوا إشاعات وإشاعات خطيرة جدا عن جد بتأثير على تصرف طبعا الفرد بالمجتمع مثلا يوم لما أنت بتضلك فيه مثلا بيكون فيه محطات تبليش تحكي باقتصاد وإنهيار اقتصادي واقتصاد وإنهيار اقتصادي وفيه وضع مالي مؤزم نحن عم نحكي قبل أزمة مثلا عم نحكي أنجيران مش عم نحكي بس بوطننا ما هيدا كمان اليوم المستهلك أو يلي حاطت مصرياته بالنوكي أو بدوجي استثمير عم نحكي نحن إذا فيه جو هيدا الجو عطول إعلانة بيكون فيها الجيوش الإلكترونية هيدا ستطلع بتنظر بتوصل بسي العالم بتخلق لك الإشاعة ارتباك بالمجتمع وارتباك بالتصرف المواطنين وارتباك بالأكسيون والسوسيال والأيكونوميك وحتى بوليتيك بتصرفاتهم واتجاهاتهم الاقتصادية والاجتماعية من هيك اليوم في ناس في رفرانس في اليوم ناس بيطلعوا بيحكوا بشكل واقعي بشكل موضوعي اليوم الإشاعة بمين بتلتسق بأشخاص بيكونوا أبدا مش موضوعين ما عندهم جنس الموضوعية فيني بيكونوا ملتزقين بالسبجيكتفيت مثل ما حضرتك قلت من شوي انه هن عندهم تطلعات عندهم أراء بدون يبردوها بشكل أو بآخر على الآخرين فبيصيروا يحيكوا هالإشاعات السلبية يلي بتطال الناس سواء على مستوى الاجتماعي العملي الاقتصادي والسياسي وهذا شي خطير جدا نعم لانه مش بس بأسر يلي عم بتطال عنه الإشاعة يلي عم بهو عم بيتلقى الإشاعة والناس اللي بيخصوه بتأسر أوقات مثل ما قلت لك في إشاعات كتير خطيرة بتأسر بالوضع القومي بالوضع الاقتصادي بشكل عام طيب دكتور ربيز يعني بسيئة الحديث اللي عم تتفضل فيه حضرتك البعض بيروح إلى إصدار إشاعة وهي وكأنه جس نبض من زد اليوم إشاعة أنه بطل فيه مصارب المصارف عم بحكي هيك بيشوف ردة فعل الجمهور على أساسها يا بأوة دوز أو منوصل لحقيقة أوقات الإشاعة لواقع رح منعيشو صح مثل محطك عم تقول للأسف الشديد اليوم في عنا دي جروب سوسيو اليوم عنا جماعات اجتماعية هدفة وكل هدفة وبتتقاضى للأسف ما بيكونوا في عندهم انحطاط أخلاقي تيبسوا إشاعات تيعملوا بلبلة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية وهيدا شي خطير اليوم مثلا بيكون عم نحكي بشكل عام نحنا بيكون الوضع مثلا المالي أو الاقتصادي بخير في ناس بيكونوا يعني شو بدي أقلك ما في عندهم أي حس وطني أو أي حس إخلاقي ببلشوا من سنة من قبل بسن قبل السنة من يعني ببرمجوا كم بيكون في عندهم أجندة ببلشوا ببلشوا بشكل مبرمج وبشكل حقير أنه ببلش يحكوا مثلا أنه رح يصير فيه انهيار ورح يصير فيه توابع اقتصادية خطيرة ورح يصير فيه وضع اقتصادي رح يتردى بيكون الوضع منيح ووضع مقبول وفيه استثمارات مثلا منحكي نحن مثل مقبول بوصلوك ما هون الخطورة بوصلوك لوضع لتحمد عقباء من وراء إشاعاتهم ومن وراء هن بيكونوا ما عندهم أي حس وطني ولا تضامن اجتماعي ولا همهم بلدهم ولا همهم بمجتمعهم بوصلوك لوضع متردد لأنه اليوم استثالي ما رح ننتبه على شغلي فيه أشخاص كثير يبيتأثروا هلأ فيه ناس أوكي فيه ناس وعيين فيه ناس فهمينين فيه ناس قد ما فيهم بياخدوا بعين الاعتبار أنه هالشي اللي عم بيطلع إشاعة بس فيه ناس الإشاعة مثل ما حدرتك قلت بتكون موجة وبركبة كثير عالم بتبنوها كثير ناس وبروحوا فيها وبصدقوها وبيمشوا فيها وهذا الشي خطير ويا ما نحنا منشوف اليوم للأسف الشديد من وراء إشاعات السلبية يا ما فيه ناس بتنمس كراماتها يا ما فيه ناس يا ما فيه ناس بينمس تدقن يعني بيطلوها بعرضة وبأفراد العين بعرضة كراماتها من هون نحنا كيف ما قلتلك النقطة الرابعة لازم يكون فيه هلأ فيه ناس أكيد بيلجأوا القضاء وهذا الشي السليم لازم يصير ولازم اليوم أي جهة أي شخص أي فرد بالمجتمع سواء كان عم بتطالوا إشاعات على الصعيد الاقتصادي على الصعيد المالي على الصعيد السياسي لازم دغري ينرد على الإشاعة ويتفرج أنه هذه الإشاعة هي مغردة وهي غير بمحل بس الفئة ما بتصدق الرد دكتور والتوضيح يعني فيه ناس بيطلع اليوم إشاعة شوي منشوف إذا عم نحكي بالنطاء السياسي بيطلع رد من المكتب الفلاني الشخص المعني بتكديب هذه الشائعة بس اليوم بما أنه نحن منقسمين وفي أطراف يعني هيك في تضارب بالأفكار وبالعقائد وبال إذا بدك التوجه ما منصدق هذا التبرير منقول لا ما في دخان من دون نار دايما نستعمل هذه الشغلة حتى على صعيد الأفراد يعني مطلق اليوم شخص بيقول إلي حوشان حرامي وأنا بعرف أنه سرق حدا بيحملو لي إيها إلى أبد الأبدين يعني مطلق شخص عنده شغلة ضد آيما هيدا طلع على سيط حرامي في صيط ببلاش من دون يعني ما يكون فيه جزء من الحقيقة ويركب الصيط وبيضل مرافقك وقد ما تبرر وقد ما تنفي خلص في ناس بتضلها هيك مثبت الفكرة براسة بدي أختم معك بهذه الفكرة إذا بتريد دكتور ريشار ربيز نعم استاذ إلي بدي أقول لك شغلة مثل ما حضرتك قالت بالنهاية ما بصح إلا الصحيح والحقيقة بدأت نجيل لو شو ما كان إذا عم تحكيني اليوم أنت عن الوضع السياسي يعني للأسف الشديد منشوف قداش بتطلع فيه إشاعات وإشاعات مغرضة وهون هيدا مشكل كتير كبير بالنهاية كل شخص وكل فرد بهالمجتمع بيعرف كتير منيح إنه هاي الإشاعات اللي عم تنبس مغرضة وبعدين الواحد كل رجل سياسي عنده ضمير وعم بيشتغل ما تفكر إلا ما بصح إلا الصحيح وكل شيء ببرهن الأيام نهار بعد نهار ما تفكر الإشاعة السلبية رح يكون عمره طويل أبدا يمكن بتختم لفترة زمنية وكون فترة زمنية كتير قصيرة لأنه الشخص اللي عنده مبادئ وعنده سوابت وعنده وطنية وفرد المجتمع بيشتغل لمصلحة وطن ومصلحة جعبه صدقني لحطي بتحطيم كامل هود الإشاعات السلبية في ناس يلي بدون ينكبوا الموجة بيكونوا ناس لو هالإشاعة طلعت بتكون بتكون أوكي على زمن كتير قصير عم تاخد مداها بس آخر شيء من ورا واحد من ورا أكيد التاريخ بفرجه والإيام بتفرجه إنه الشخص يلي يلي عم بتطال الإشاعة الإشاعة السلبية إنه هو بعيد كل البعد عنها وبيفرج الحقيقة اللي بتتجلى من خلال أعماله ومن خلال وطنيته يعني بدى واعي وما نتبنى مطلق شائعة يعني نتأكد من مصدرة دكتور ربيز بدي أشكر طلالتك معنا يعني اليوم كان هيك الوقت شوي فركشنا كلنا سواء أنتوا كضيوف ونحن كفريق آمل من داخل السيديوهات يوم جديد أهلا وسهلا فيك دكتور ريشار ربيز حضرتك باحث ومحاضر بالعلوم الاجتماعية وحكينا معك عن موضوع الإشعات وتأثيرها وإن شاء الله يا رب يعني يكون تأثيرها خفيف على الأشخاص خاصة اللي هيك عندهم إحساس مرهف وبيتأثروا بأي كلمة بطبيعتهم لأن بيكون عندهم هيدا الصدق شكرا لك دكتور ربيز شكرا لك كل ضيوفنا اللي كانوا معنا على الهواء كل ضيوف اللي ما قدرنا يعني تابعناهم من خلال البث المباشر منعتزل إن شاء الله بأيام تاني نرجع نتواصل نحن وياكم لهون بنتهي لقاءنا من يوم جديد بكرة ماي بتلاقيكم على تمامين ونص صباح أنا برجع بشوفكم نهار السبت من الله راد من هلا لو أتضلوا بألف خير والتزموا الإجراءات تنتبوا على حالكم كمامة تباعد غسل يدين ومفرد ومجوز ونهار الأحد كلنا بالبيت باي باي ترجمة نانسي قنقر